تحول اليوم ذكرى الثالثة والستون لانطلاق البث المباشر الأول لتليفزيون المصرية الذي انطلق في الحادي والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة وستين بدأت التليفزيون المصري إرساله بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم استهل الإرسال عبر قناة واحدة وكان زمن الإرسال محددا بمعدل ست ساعات يوميا قبل ارتفاعه لاحقا مع استحداث قنوات أخرى ليصبح مبنى الإذاعة وتليفزيون مسبيرو شعلة تضيء المجتمعات العربية وتغرس القيم المهنية الفضلة قناة واحدة لمدة خمس ساعات يوميا هكذا كانت البداية لرحلة طويلة من المتعة الممزوجة بالإثارة والتسلية مضافا إليها التثقيف وزرع القيم الإيجابية جاء ذلك مع إطلاق أول إشارة بث تلفزيوني في مصر في الحادي والعشرين من يوليو من عام 1960 ضمن إنجازات ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 ليكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الآلامية وتزرع في المصريين القيم وحب الوطن تعود بدايات فكرة إنشاء تلفزيون مصري إلى عام 1954 ولكن تعطلت الفكرة بسبب الأدوان الثلاثي لتتجدد مرة أخرى في عام 1960 ولم يمر سوى ستة أشهر حتى تم الانتهاء من المشروع وبدأ الإرسال في الحادي والعشرين من يوليو من عام 1960 البث الأول للتلفزيون المصري كان في تمام السابعة مساء تزامنا مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القرى الشيخ محمد صديق المنشاوي هما ظهر الإذاعي الكبير صلاح زكي كأول مذيع تلفزيوني ليعلن مولد التلفزيون العربي من القاهرة مع بداية الثمانينيات شهد التلفزيون المصري تطورات عديدة في أكثر من مجال من خلال التوسع الهندسي والجرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل المحافظات تلا ذلك إطلاق القناة الفضائية المصرية الأولى كأول فضائية عربية حكومية هما تدشين القنوات المتخصصة بعد ذلك التلفزيون المصري سيظل رمزا مضيئا في حياة المصريين ومصدرا للتوعية والتنوير وبناء الإنسان